بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء للثانوية العامة في نهاية الحلقة اللي فاتت كنا توقفنا عند العوامل أو القواعد اللي بنحدد بها اتجاه المجال الخاص بالملف الدائري وكننا لخصنا أو جمعنا الثلاث قواعد في قاعدة جميلة صغناها من عندنا بتقول إن علاقة الطيار بالمجال مع جنوبي داخل عكس شمالي خارج بمعنى إيه؟ بمعنى مع اللي هو اتجاه الطيار لما يكون اتجاه الطيار مع اتجاه عقارب الساعة بيبقى الوجه اللي ظهر قدامك دلوقتي سواء في الملف الدائري أو حتى بعد كده في الملف اللولابي بعد شوية هيكون هو القطب الجنوبي وبالتالي هيبقى اتجاه المجال داخل إلى داخل الملف وإذا كان اتجاه الطيار في الوجه اللي قدامك لللفة عكس اتجاه عقارب الساعة هيبقى الوجه اللي قدامك هو وجه شمالي وبالتالي تبقى خطوط الفيض خارج عليك من الملف عندنا برضو توضيح بسيط بفيديو من بنك المعرفة المصري لهذه العملية عندنا هنا اللفة اللي قدامنا اتجاه الطيار عكس اتجاه عقارب الساعة وبالتالي الوجه اللي قدامنا ده يعبر عن قطب مغناطيسي شمالي ولو لفنا من ناحية تانية هنلاقي ان اتجاه الطيار في اللفات مع اتجاه عقارب الساعة وبالتالي هيبقى الوجه اللي قدامنا هو قطب جنوبي وبالتالي هيبقى اتجاه الخطوط في هذا الوجه إلى داخل الملف أو إلى داخل الشاشة طيب هنتقل سريعا إلى حاجات احنا قررناها قبل كده والمفروض ان انت تقدر تقولها لوحدك ان في حاجة اسمها عوامل اتجاه وفي حاجة اسمها عوامل مقدار وعوامل الاتجاه بنجيبها من قواعد تحديد الاتجاه وعوامل المقدار بنجيبها من القانون اللي عندي وبالتالي الطالب مش محتاج ان هو يحفظ ومجرد على طول ما عرف الطريقة بيشتغل معنا على طول فنقدر نقول السؤال اللي بيقول ما العوامل يتوقف عليها اتجاه المجال نقوله فقط اتجاه الطيار لان ما فيش حاجة تغير اتجاه المجال في الملف اللي عندي غير تغير اتجاه الطيار طب و لما يقول لي ما العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض عند مركز ملف دائري هقول له تب استنى لما طلع لك القانون وغشي منه العوامل واستنتج منه العوامل علشان أنا ما بحفظ العوامل فقول بي بتساوي ميو إن آي على تو آر الميو معامل النفاذية الإن عدد لفات الملف الآي شدة الطيار الآر تحت في المقام نصف القطر يبقى ثلاث عوامل طردي معامل النفاذية عدد اللفات شدة الطيار وعمل واحد عكسي اللي هو نصف قطر الملف اللي عندي وننتقل سريعا إلى تمرين كان جاي فيه تجريبي العام الماضي بيقول الشكل المقابل يوضح مواصلان X و Y يمر بالمواصل X طيار 2 أمبير اللي هو أنا أعمله لك باللون الأزرق ده فإن شدة الطيار I التي تجعل كثافة الفيض عند النقطة M تساوي صفر تكون يبقى هو عندك دلوقتي سلكين سلك مستقيم لونه أحمر وسلك عامل معايا نصف ملف دائري لونه أزرق عاطيني هو طيار الملف الدائري اللي لونه أزرق وطالب مني طيار السلك المستقيم اللي هو اللي لونه أحمر ليه؟ عايز يخلي كثافة الفيض عند النقطة M تساوي صفر يبقى عايز يعمل نقطة M إيه؟ نقطة تعادل في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ بقوله ده نقطة تعادل يبقى كثافة الفيض بتاع السلك اللي على اليمين تساوي كثافة الفيض بتاع السلك اللي على الشمال وفي الحالة دي لو أنا كتبت قانون الملف الدائري ميو إنه آي على طو آر وسويته بقانون السلك المستقيم ميو آي على طو باي دي في الحالة دي أقدر أشتب الميو مع الميو وأعوض عن شدة الطيار بتاع السلك لازرق وأنا كتب لك القوانين بنفس ألوان السلك السلك لازرق شدة الطيار بتاعته بـ 2 أمبير طيب عدد لفات الملف الدائري اللي عندي قد إيه؟ نص لفة يعني أنا هكتب بدل الـ N دي واحد في البسط واثنين في المقام في الحالة التانية أو في الناحية التانية الميو طرت مع الميو الآي مطلوبة التحت في المقام الـ D بالنسبالي هي نفس نصف القطر بتاع الملف اللي في الناحية التانية أقدر أطير الـ R مع الـ D وفي الحالة دي هضرة بطرفين فواسطين هيديني أن شدة طيار السلك أو السلك اللي عليمين عندي اللي هو مرون بنون الأحمر شدة الطيار بتاعته هتطلع باية ننتقل إلى تمرين آخر جاء في امتحان الدور الأول العام الماضي بيقول ملفان دائريان X و Y لهما نفس القطر نفس القطر آيبا القطر كده ما فيوش أي تأثير يمر بكل منهما نفس الطيار يبقى كمان الآي مش مأثر عندي إذا كان عدد لفات الملف X ضعف عدد لفات الملف Y الله يبقى العامل الوحيد هنا هو تفوق الـ X على الـ Y إلى الضعف في الحالة دي أقدر أقول بالنظر إلى القانون كل العوامل سبتة معد عدد لفات عدد اللفات زد إلى الضعف تبقى كسافة الفيض تزيد إلى الضعف وفي هذه الحالة أقدر أقول أن كسافة الفيض الخاصة بالملف X تساوي ضعف كسافة الفيض الخاصة بالملف Y ننتقل إلى الملف اللولبي وهنكرر نفس الكلام تاني عايزك تسرع معي شوية في الملف اللولبي نفس التجربة ونفس الحاجات المطلوبة مننا ولكن فقط يختلف شكل وخصائص الفيض فقط يختلف عندنا شكل وخصائص الفيض في السلك المستقيم قلنا دوائر متحدة المركز في الملف الدائري قلنا تفقد خطوط الفيض دائرياتها عند كل من فرعي الملف قلنا أن خطوط الفيض عند مركز الملف خطوط مستقيمة متوازية قلنا أن مجاله بصفة عامة بيشبه مجال قرص مصمت أو مغناطيس قصير هنا لما نبص مع بعض على شكل المجال الخاص بالملف اللولبي هنلاقي أن خطوط الفيض عند محور الملف برضو خطوط مستقيمة متوازية يعني مجال منتظم وأن خطوط الفيض تمثل مسارات متصلة تخرج من أحد جوانب الملف ويعتبر القطب الشمالي وتعود لتدخل إلى الجانب الآخر وبيمثل بالنسبة لي القطب الجنوبي كمان شكل وخصائص المجال هنا لازم نقول فيها أن شكل المجال الخاص بالملف اللولبي يشبه إلى حد كبير قضيب مغناطيسي أو مغناطيس طويل وننتقل سريعا إلى الفيديو اللي جايبينه من بنك المعرفة وبيوضح لنا المسألة دية شايفين خطوط الفيض بتمثل مسارات متصلة بتخرج من أحد جوانب الملف واللي بيمثل قطب مغناطيسي شمالي وبتعود لتدخل إلى الجانب الآخر واللي بيمثل قطب مغناطيسي جنوبي لو حبينا نحط إيدنا بالشكل اللي ظهر قدامنا ده اتجاه الصابع الإبهام بيمثل اتجاه المجال بس خلي بالك داخل الملف مش خارج الملف كمان صابعك بتمثل اتجاه الطيار يبقى صابعك الإبهام بيمثل اتجاه المجال وباقي دورنا الأصابع بيمثل اتجاه الطيار وكمان نقدر نقول أن الصابع الإبهام بيشير وبيوريني مكان القطب الشمالي برضو نقدر نقول ان في الملف اللولابي عندي طلت قواعد بيستخدموا في تحديد اتجاه المجال قاعدة عقارب الساعة وهي بنفس الطريقة اللي احنا درسناها في الملف الدائري وقاعدة البريمة برضو نفس الكلام وممكن قاعدة اليد اليمنى زي ما شفناها بس بنبدل عن وضعية السلك بحيث يكون صبعك الإبهام بيمثل اتجاه المجال داخل الملف وباقي الأصابع بيمثل اتجاه الطيار في لفات الملف بننتقل سريعا إلى فيديو جميل بيوضح لنا العوامل اللي بتأثر عندي فيه او شكل الملف اللولابي وكيف بتأثر العوامل الموجودة عندي في كسافة الفيض عند اي نقطة على محور الملف طبعا الملف اللي عندي ده طوله وده القطر الخاص بالملف والملف لما بيمر فيه طيار زي ما انت شايف كده في الشكل بيتولد حول الملف في مجال مغنطيسي يشبه مجال مغنطيس طويل او قديب مغنطيسي عندي ثلاث عوامل بيأثروا عندي هنشوفهم مع بعض هنا بيعمل ايه بيزود عدد اللفات وبشوف ان كسافة الفيض بتزيد في الحالة التانية بيزود شدة الطيار بشوف برضو ان كسافة الفيض بتزيد في الحالة التالتة بيدخل قلب من الحديد عشان يزود معامل النفذية يبا كده عندي كم؟ عندي ثلاث عوامل وفيها عامل مش موجود في الفيديو ده وهو طول الملف يبا نقدر نلخص مع بعض او ننتقل لعوامل المقدار وعوامل الاتجاه نقول العوامل اللي بتوقف عليها اتجاه المجال خلاص احنا حفزناها هو اتجاه الطيار اما العوامل اللي بتوقف عليها مقدار كسافة الفيض عند اي نقطة على محور ملف لو لبي بنستنتجها من القانون اللي عندنا ميويب معامل النفذية ان يبقى عدد اللفات اي يبقى شدة الطيار اللي في المقام اللي هو طول الملف ودي العلاقة معاه بتكون علاقة عكسية بننتقل سريعا الى مثال او تمرين بسيط بيقول ماذا يحدث لكسافة الفيض عند نقطة على محور ملف لو لبي لو عملت ايه رقم واحد لما نضغط الملف ليقل طوله يعني هنضغط الملف السوستة اللي عندي كده هنضغطها عشان يقل الطول طب الطول موجود في القانون اللي عندي في المقام اذا العلاقة عكسية يبقى انا لما اقل طول الملف الى النصف سوف تزيد كسافة الفيض الى الضعف لان عندي بقية العوامل ما حصلش فيها تغير طيب السؤال اللي بعد كده لو انا اطعت نصف الملف ووصلت الباقي بنفس البطارية كلمة نفس البطارية خلي بالك تختلف عن كلمة نفس الطيار لان انا لما بوصل الملف اللي عندي بعد ما اقطعه بنفس البطارية لما اقطع الملف المقاومة بتقل اطعت نصف يبقى المقاومة تنزل للنصف وبالتالي شدة الطيار هتزيد للضعف لان البطارية سابتة وفي الحالة دي هتلاقي أن كسافة الفيضة اللي عندي هتزيد للضعف لأن باقي العوامل كلها ما تغيرتش تغير عندي الطيار الطيار زاد للضعف كسافة الفيضة هتزيد إلى الضعف طب لما نقطع نص الملف ونوصل بنفس الطيار إيه اللي هيحصل في الحالة دي لما نوصل بنفس الطيار ما فيش أي عوامل تغيرت معامل النفذية سابت عدد اللفات سابت طول الملف هنا إيه اللي حصل له لا نزل للنص طب عدد اللفات نزل في النص يبقى الإن الصغيرة اللي ظهرت عندك في القانون اللي تحت دي معناها عدد اللفات في وحدة الأطوال عدد اللفات في وحدة الأطوال هتبقى سابتة ليه عدد اللفات في وحدة الأطوال هتبقى سابتة لأن عدد اللفات قل للنص وكمان الطول قل للنص النص اللي في البسط راح مع النص اللي في المقام أو أقدر أقول إن عدد اللفات في وحدة الأطوال ظل سابتا طب هو قالي بنفس الطيار يبقى ما فيش حاجة تغيرت يبقى في الحالة دي هقوله ان كسفت الفيض بتظل سابتا التمرين اللي بعده بيقول تقل كسفت الفيض المغناطيسي عند نقطة داخل ملف الاولابي وعلى محوره بزيادة تقل بزيادة يبقى انت بتدور على العامل الايه على العامل العكسي من اللي هنا عامله عكسي او تأثيره تأثير عكسي الال اللي موجودة في المقام يبقى تقل كسفت الفيض عند نقطة داخل ملف الاولابي وعلى محوره بزيادة مين بزيادة الحاجة اللي تأثيرها عكسي وهي طول الملف اخر سؤال عندنا بيقول اي من المغناطيسي الاتية يكون المجال المغناطيسي الناشئ عنها مشابه للمجال المغناطيسي لمجال طيار مستمر يمر في ملف الاولابي خلي بالك الملف الدائري كان يشبه مغناطيس قصير او كرس مصمت ومجال الملف الاولابي يشبه قضيب مغناطيسي او مغناطيس طويل يبقى الاجابة هنا هتبقى قضيب مغناطيسي لانه هنا بيتكلم على ملف الاولابي بعد ما انتهينا من الملف الاولابي بنبدأ سريعا في القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به طيار موضوع في مجال المغناطيسي منتظم مطلوب من الطالب عن القوة المغناطيسية انه يعرف مجموعة من المعلومات اللي تظهر قدامك على الشاشة دلوقتي يعرف سبب تولد هذه القوة واتجاه هذه القوة وبالتالي لازم يدرس قاعدة فيلم انجليادي اليسرى كمان يعرف عوامل المقدار وعوامل الاتجاه ويقدر يستنتج معدلة الكميات ويعرف كسفة الفيض من هذا القانون وكمان يستنتج معدلة الوحدات ويعرف التسلا وكمان يعرف يعني ايه السلك الطاير او اللي بفقد وزنه ظاهريا ونقدر نستنتج كمان قانون القوة المتبادلة ما بين سلكين وتأثير سلكين على سلك تالت ونبدأ مع بعض بسرعة علشان نعرف تفسير سبب تولد القوة المؤثرة على سلك تعالوا نشوف على اقصى يسار الشاشة مجال سلك عمودي على الصفحة الى الداخل شايفين علامة الـ X عمودي على الصفحة للداخل شايفين احنا ان مجال السلك بيدور معايا في عكس اتجاه عقارب الساعة يعني المجال بتاع السلك اللي موجود عندي عكس اتجاه عقارب الساعة وعندي مجال خارجي منتظم في نص الشاشة بيتحرك من يسار الى يمين الشاشة لما نجي ندخل السلك ده في هذا المجال هنلاقي ان في اعلى السلك المجال الخاص بالسلك ماشي مع المجال الخاص بالمجال الخارجي اتجاههم مع بعض لكن اسفل السلك اللي نلاقيهم عكس بعض يبقى المجالين فوق يجمعوا مع بعض ويدوا كسافة مجال عالية وتحت السلك هيبقى المجالين عكس بعض هيضعفوا بعض فيحصل ايه فتتولت قوة على السلك اتجاهها من المجال الاقوى الى المجال الاضعف وكده نقدر نقول ان سبب حركة السلك لما يوضح في مجال مغناطيسي وهو بيمر فيه طيار كهربي هو ان اختلاف محصلة كسافة الفض على جانبي السلك في منطقة بيبقى الكسافتين مع بعض فييدوا زيادة في كسافة الفض وفي منطقة بيبقى الكسافتين عكس بعض فييدوا نقص في كسافة الفض فيتحرك السلك من المجال الاقوى الى المجال الاضعف طيب بالنسبة للقوة دي نقدر نحط لها عوامل نقدر نعمل لها قانون اه هنقول نفرض ان لدينا سلك مستقيم طوله ال يمر به طيار شدته اي وموضوع في مجال المغناطيسي كسافته بي فانه يتأثر بقوة اف بحيث ان القوة بتساوي حصل ضرب العوامل دي في بعضيها اللي هي اف القوة المؤسرة على السلك بتساوي بي في اي في ال في صين سيتا طيب الشكل اللي قدامك بيوضح كيف تحصل على مجال الحركة او مجال القوة المؤسرة على السلك ودي اسمها قاعدة فيلمينجل اليد اليسرى قاعدة فيلمينجل اليد اليسرى يا شباب بتتعامل بايدك الشمال قاعدة فيلمينجل اليد اليسرى لازم تتعامل باليد اليسرى وراجع معايا كده مسميات اصابعك اقدر اقول قوة مجال طيار او حركة مجال طيار يبا هنجعل اصابع اليد اليسرى متعامدة على بعضها بحيث يمثل الصابع اللي فوق ده اتجاه الحركة والصابع ده اتجاه المجال والصابع ده اتجاه الطيار التلت أصابع متعامدة على بعضيها لما السلك يمر فيه طيار في هذا الاتجاه ويوضح فيه مجال في هذا الاتجاه سوف تتولد عليه قوة في هذا الاتجاه يبقى هنا اتجاه القوة متعامد مع اتجاه المجال واتجاه الطيار ودي اسمها ايه؟ اسمها قاعدة فيلم إنجلياد اليسرى بتستخدم في إيه هذه القاعدة؟ بتستخدم في تحديد اتجاه القوة المؤثرة على سلك مستقيم يمر به طيار مستمر موضوع في مجال مغناطيسي منتظم يبقى بالتالي عندنا هنا العوامل اللي بتأثر عندي في مقدار القوة هي كسافة الفيض هي شدة الطيار هو طول الجزء من السلك المعرض المجال يبقى إيه اللي هنا يا شباب؟ مش طول السلك هو طول الجزء من السلك المعرض المجال والسيتة هي الزاوية ما بين اتجاه السلك اللي عندي أو اتجاه الحركة اللي عندي واتجاه المجال أو اتجاه الطيارة واتجاه المجال طيب الشكل اللي ظهر قدام يا شباب دلوقتي هو تدريب بسيط على كيفية تطبيق قاعدة فيلم إنجلياد اليسرى تطبيق بسيط على كيفية استخدام قاعدة فيلم إنجلياد اليسرى أنا عندي الإكسات اللي حاولين السلك دي بتدل على إيه؟ بتدل على إن المجال جاي من فوق نحي التحت يعني عمودي على الصفحة للداخل طيب السلك بيمر فيه طيار من أسفل إلى أعلى يبقى طلع إيدي اليسر وبعدين أروح منزل الصابع السبابة ده هو إلى أسفل علشان يمثل اتجاه مين؟ اتجاه المجال وبعد كده ألف في إيدي كده بحيث الصابع ده أو باقي الأصابع يشير إلى اتجاه الطيار هلاقي إن الصابع الإبهام بيمثل اتجاه القوة بيمثل اتجاه القوة يبقى كده ده تطبيق لقعدة فيلم جيليات دي اليسرى على السلك اللي عندي طيب عندنا هنا عوامل المقدار وعوامل الاتجاه وظنكم خلاص عرفتوها طيب لو حبيت أقول إيه العوامل اللي بتأثر في اتجاه القوة أنا عندي هنا اتجاهين اتجاه الطيار واتجاه المجال يبقى عندي عاملين بيأثروا في اتجاه القوة هما اتجاه الطيار واتجاه المجال يبقى عوامل الاتجاه هنا ايه؟ اتجاهين طيب جبتهم منين؟ جبتهم من قعدة فيلم جيليات دي الأسرة من لما بعمل إيدي كده بلاقي إن هذا الاتجاه وهو اتجاه القوة بيتوقف على اتجاه الطيار واتجاه المجال يبقى عندي عوامل الاتجاه اتجاهين اتجاه الطيار واتجاه المجال دي دول بيأثروا في مين؟ في اتجاه القوة يبقى دي عوامل الاتجاه طيب عوامل المقدار هلاقي إن أنا ممكن أجيبها بسهولة من مين؟ من القانون زي ما قلنا من غير حفظ ولا حاجة يظهر قدامنا القانون هلاقي كسفة الفيض هلاقي شدة الطيار هلاقي طول الجزء من السلك المعرض للمجال وهلاقي الزاوية اللي عندي فتبقى شدة الطيار كسفة الفيض طول السلك والزاوية ما بين السلك والمجال ننتقل سريعا إلى جزئية تانية وهي معادلة الكميات اللي عندي وكيف إن أنا أقدر أعرف كسفة الفيض من هذه العلاقة طبعا هتطلحها في ناحية الوحدية هخلي كسفة الفيض في ناحية الوحدية فتبقى B بتساوي F على I L sin C طيب أنا كنت أعرف إزاي بقول إن الحاجة اللي برا لي يساوي بتساوي الحاجة اللي في البسط اللي عندي يبقى لما بقيت العناصر اللي عندي كل منها تساوي الواحد يبقى أقول كسفة الفيض تقدر بمقدار القوة كسفة الفيض تقدر بمقدار القوة المؤثرة على إيه على سلك طوله واحد متر عشان أحط ال L بواحد يمر به طيار شدته واحد أمبير عشان أحط كمان الآيب واحد موضوع عمودي على مجال مغناطيسي عشان أحط السيتة بتسعين فتبقى الصين سيتة بتساوي واحد يبقى من غير ما نحفظ التعريف نقدر نقول إن كسفة الفيض تقدر بمقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على سلكه طوله واحد متر يمر به طيار شدته واحد أمبير موضوع عمودي على مجال مغناطيسي طيب لو أنا عايز أعرف وحدة القياس يبقى لازم من معادلة الكميات اللي هي القانون أعمل معادلة وحدات بي بتساوي F على I L سين سيتة ألاقي نفسي بكتب تسلا بتساوي نيوتن على أمبير في متر كده حاولت معادلة الكميات لمعادلة الوحدات طبعا أنا عايز أعرف التسلا في الحالة دي ومن غير حفظ الوحدة هي كميتها لما باقي الكميات تساوي وحدتها فأقول إيه هقول التسلا هي كسافة الفيط اللي بتولد قوة مقدارها واحد نيوتن على سلك طوله واحد متر يمر به طيار شدته واحد أمبير ومن غير محفظ أي حاجة يبقى تعرف التسلا زي ما قلنا أقدر عرفها من معادلة الوحدات اللي كانت موجودة قدامي على الشاشة طيب عندما يمر طيار I1 في سلك وطيار I2 في سلك آخر موازي ليه لما يمر طيار في سلكين موازيين لبعض كتر بتتولد قوة عندي يا إما قوة تجازب يا إما قوة تنافر طب إمتى القوة بتكون قوة تجازب لما يكون الطيارين في نفس الاتجاه ليه لأن اتجاه المجال بيبقى بينهم عكس بعضين فبتقل كسافة الفيط ما بين السلكين وبتزيد كسافة الفيط خارج السلكين فيندفع السلكين من منطقة الكسافة الأكبر إلى منطقة الكسافة الأقل يبقى لما بيمر طيار في سلكين متوازيين السلكين اللي عندي با يتجازبان أو يتنافران بقوة أقدر استنتج مقدار هذه القوة بدمج قانونين انت خدتهم قبل كده القانون الأولاني هو قانون F بساو با اللي ساينسيت اللي لسا واخدينه مع قانون كسافة الفيط الخاص بالسلك فبعوض عن البي في القانون في المربع الأصفر ويطلع لي القانون النهائي اللي هو F بتساو ميو I1 I2 L على 2 2 يعني ميو I2 L على 2 by D ميو I2 طيار السلك الأول طيار السلك التاني والL هنا هي الجزء المتقابل ما بين السلكين يعني ايه يعني لو السلك ده طويل والسلك ده طويل بس مش متقابلين غير في جزء بسيط هو ده L اللي بالنسبالي هو الطول المتقابل ما بين السلكين طيب لو فيه سلك قصير وسلك طويل يبقى باخد طول السلك القصير طيب القانون اللي قدامي ده ده قانون القوة المتبادلة ما بين سلكين القوة دي يا شباب بتبقى متساوية للسلكين حتى لو اختلف طياراتهم القوة بتبقى متساوية للسلكين عشان كده عندي هنا ثلاث أسئلة مهمة تعالوا نجاوبهم مع بعض السؤال الأول بيقول ما العوامل التي تؤثر في مقدار القوة مقدار اه ارجع للقانون على طول مباشرة يبقى ميو I N L على طو باي دي يبقى إذن العوامل المؤسرة في مقدار القوة ميو يبقى معامل النفاذية I I شدة الطيار السلك الأول I II شدة الطيار السلك التاني طول الجزء المتقابل من السلكين على طو باي دي ادي هنا المسافة بين السلكين ما العوامل التي تؤثر في نوع القوة نوع القوة آه هي القوة ممكن تكون لها أنواع آه قوة تجازب وقوة تنافر طب مين اللي يخلي القوة قوة تجازب ولا قوة تنافر اتجاه طيار السلكين يبقى العوامل اللي بتتأثر في نوع القوة هل هي تجازب ولا تنافر هي اتجاه طيار السلكين السؤال الثالث بيقول إذا كان طيار أحد السلكين المتوازين ضعف طيار السلك الآخر فإن النسبة بين القوة التي يؤثر بها كل منهما على الآخر طبعا هنا بيحاول يغلطني دي قوة متبدلة دي قوة متبدلة فالقوة التي يؤثر بها السلك الأول يؤثر بها السلك التاني على السلك الأول لأنها قوة متبدلة ننتقل سريعا إلى سؤال كان جاء فيه امتحانة دور الأول السنة اللي فاتت على الموضوع ده بيقول يوضح الشكل سلكين متوازين X و Y إذا علمت أن القوة المؤثرة على وحدة الأطوال هي 4 في 10 أساسة لب 5 تكون شدة الطيار الكهرابي I المر في السلك X طيب أنا عندي دلوقتي المسألة ما فيهاش غير القوة أو مقدار القوة أروح للرسمة أجيب بقية العناصر اللي عندي المسافة بين السلكين 10 سنتي وما تنساش تحول يعني أضرف 10 أساسة لب 2 أو أقسم عالمية عندي طيار السلك Y 2 أمبير فببساطة أقدر أكتب القانون اللي عندي الميو 4 بي 10 أساسة لب 7 طيار السلك Y موجود طيار السلك X اللي هو I مش موجود عندي ال L هنا أدور عليها ما لاقيهاش لكن ألاقي كلمة في المسألة لو دققتوا معايا يا شباب في المسألة هتلاقي القوة المؤسرة على وحدة الأطوال وحدة الأطوال يبقى ال L في القانون ده أعوض عنها بواحد فيبقى ميو I1 I2 L على 2 باي دي ما عنديش حاجة مش موجودة غير طيار السلك X الموجود عندي فيبقى القانون بالنسبة لي هكتبه ال F كتبت قيمتها الميو هكتب قيمتها I1 هي اللي مطلوبة 2 اللي هي طيار السلك Y على 2 باي في 1 من 10 اللي هي المسافة ما بينهم وبالألة الحزبة أقدر أطلع أني شد الطيار السلك X بتساوي 10 أمبير ننتقل إلى موضوع آخر وهو عزم الإزدواج عزم الإزدواج المفروض أن الطالب يبقى عارف إيه هو العزم وكيف نحسب العزم ونستنتج القانون ونعرف عوامل المقدار وعوامل الاتجاه والزاوية هنا وخلي بالك الزاوية هنا تختلف عن كل الزاوية اللي فاتت لأن الزاوية الشازة عندنا في المنهج هي الزاوية الخاصة عزم الإزدواج وقانون الدينامو فخلي بالك من النقطة دي كمان وحدات القياس وتطبيقات على العزم والأشكال البانية طيب في العزم هنا يا شباب إيه الفرق ما بين الإزدواج والاتزان الإزدواج والاتزان الفرق بينهم فرق بسيط جدا يعني الاتزان قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه وخط عملهم واحد فالجسم ما يتحركش لكن لو أنا خدت الجسم ده وأصرت عليه بقوة من فوق وقوة من تحت متساويتين في المقدار ومتضدطين في الاتجاه ولكنهم ليستا على خط عمل واحد يعني دي فوق ودي تحت الألم ده لما أصر عليه بقوة من هنا كده وقوة من هنا كده إيه اللي هيحصل له آه هيدور هيتحرك هيلف هو ده الإزدواج يا شباب وده بنستخدمه في حياتنا في دوران مقوض السيارة في دوران مفتاح الباب وأي حاجة بالدور لازم أعمل عليها إزدواج طيب الإزدواج هم قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه وليست على خط عمل واحد عزم الإزدواج ممكن أحسبه بحاصل ضرب إحدى القوتين في البعد العمودي حاصل ضرب إحدى القوتين في البعد العمودي فيصبح القانون بالنسبة لي تاو بتساوي F في L F في L طيب هنا عندنا فيديو جميل برضو من بنك المعرفة بيوضح لي أن لما يكون عندي ملف ويمر فيه طيار وهذا الملف يكون موضوع في مجال مغناطيسي يتولد على هذا الملف إزدواج ليه؟ لأن اتجاه الطيار في أحد الفرعين بيبعاكس اتجاه الطيار في الفرع الآخر وبالتالي اتجاه القوة المؤسرة على أحد الفرعين بتبعاكس اتجاه القوة المؤسرة على الفرع الآخر عندنا فيديو جميل من بنك المعرفة بيوضح العزم المتولد على ملف موجود بين قطبي المغناطيس زي ما احنا شايفين بيبتدي أحد الأضلاع يدور في اتجاه أو تؤثر عليه قوة في اتجاه والضلع الآخر يدور فيه الاتجاه المعاكس فيتولد عزم إزدواج وعزم الإزدواج بتؤثر عليه مجموعة من العوامل كسافة الفيض الخاصة بالمغناطيس شدة الطيار اللي في السلك مساحة وجه اللفة أو الملف اللي موجود عندنا وكمان عدد لفاته وكمان ساين سيتا بس ما تنساش السيتا اللي عندنا هنا هي مش زي السيتا في أي قانون تاني لا يعني هي مش بين اتجاه المجال واتجاه الملف ولكن هي بين أحدهما والعمود على الآخر يعني ممكن أقول إيه هي الزاوية ما بين اتجاه المجال والعمود على الملف أو اتجاه الملف والعمود على المجال يبقى عوامل المقدار وعوامل الاتجاه بسرعة وإحنا شفنا القانون مع بعض عوامل المقدار وعوامل الاتجاه عوامل اللي بتوقف عليها الاتجاه هنا أنا عندي هنا عاملين يعتبر بيتوقف عليهم الاتجاه لأن عندي اتجاه للطيار في الملف وعندي اتجاه للمجال الخاص بالمغناطيس فيبأ اتجاه عزم الإزدواج بيتوقف على عاملين إيه هما؟ اتجاه طيار الملف واتجاه المجال المغناطيس عوامل المقدار على طول أروح على القانون وقول له أنا هقول لك من القانون كسافة الفيد، شدة الطيار، مساحة وجه اللفة، عدد لفات والزاوية ما بين اتجاه المجال والعمود على المجال فإذن لازم ناخد بالنا من النقطة دي يبأ العوامل يتوقف عليها المقدار هو شدة الطيار وكسافة الفيد وعدد اللفات ومساحة وجه اللفة والزاوية ما بين المجال والعمود على الملف وننتقل إلى الشريحة اللي بعدها وحدات قياس عزم الإزدواج ممكن أجيبها من القانون اللي أنا خدت قبل كده اللي بيقول تاو بتساوي F في L إحدى القواتين في البعد العمودي وممكن أجيبها من القانون اللي بيقول تاو بتساوي B I A N سين سيتا يبقى ممكن أكتب من هنا أو من هنا وحدات قياس فمن القانون الأول هيبقى N اللي هي نيوتن في متر لأنها قوة في مسافة ومن القانون الثاني هقول تسلا في أمبير في متر مربع تسلا في أمبير في متر مربع فبعندي نوعين من وحدات القياس والاتنين يعتبر مكافئين لبعضيهم طبعا عزم الإزدواج يعتبر هو الأساس العلمي لعمل كتير من الأجهزة زي أجهزة القياس وهناخد بعد كده المحرك الكهرابي فيما بعد عندنا هنا عزم سناء القطب المغناطيسي برضو كمية من الكيميات الفيزيائية المهمة بنسبة للطالب عندها شوية معلومات لازم الطالب يمر عليهم ويكون عارفهم رمز عزم سناء القطب MD وعليها علامة المتجه وعندنا كمان عزم سناء القطب تعريفه هو كمية متجهة اتجاهها عمودي على مستوى الملف عزم سناء القطب كمية متجهة اتجاهها عمودي على مستوى الملف طب يا مستر هي عمودي الفوق ولا عمودي التحت أقولك ده تقدر تحدده بقاعدة فيليمينج أو بقاعدة البريمة تقدر تحدد اتجاه عزم سناء القطب للملف كمان نقدر نجيب أو نقول معدد الكميات الخاصة بعزم سناء القطب بتساوي تاو على بيه أو إيان آي اي ان يعني ممكن نحسبها من حاصل قسمة عزم الازدواج على كسافة الفيض وممكن من حاصل ضرب آي في اي في ان يعني شدة الطيار في مساحة الملف في عدد لفات الملف وكده أبناء بناتي منكون وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة استوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة